أهلا بكم وقفت هيئة رئاسة المجلس الانتقالية الجنوبي في اجتماع لها برئاسة رئيس المجلس عيدرس الزبيدي وبحضور وزراء المجلس في محكومة المناصفة ومحافظ العاصمة عدن أحمد لملس أمام المؤامرة التي تستهدف محافظة شبوى وأبنائها وأحذرت هيئة رئاسة المجلس من هذه المؤامرة مشيرة إلى أن التخادم الواضح بين ميليشيا الأخوان وميليشيا الحوثي المدعومة من إيران يبرهن صلة الوثيقة بينهما مؤكدة في السياق أن شبوى لن تهزم كما جددت الهيئة تأكيدها على ضرورة رفع مستوى التعبئة العامة وحجد الطاقات ورفع درجة الجاهزية القتالية القصوى والاستنفار لمواجهة أي عدوان يستهدف محافظة الجنوب وفي الشأن الخارجي وقفت الهيئة أمام الإحاطة الأخيرة للمبعوث الأممي بشأن اليمن وما جاء فيها مؤكدة مصول المجتمع الدولي إلى يقين بأن الحل الأزمة اليمنية يكمن في إعطاء شعب الجنوب حقه في استعادة دولته المستقلة كاملة السيادة